الأول قبل ما أخش عن المنتخبات وكان نكون جالي خبر اللقتي أنه كابتن محمود عشور موجود في مباراة بيراميدز على الفار وكان فيه كلام أنه فيه تحقيق معايا عشان المباراة الأخيرة بتاعت الأهلي والتفاصيل دي قولي الكواليس كابتن محمود هو عشور يتعاقب ولا تحقق معايا ولا أصلا لجل الحكام ما شافتش فيه مشكلة لا هو في البداية من الوهلة الأولى ما كابتن عصام عفتح شاف اللقطة زي ما شفناه كلنا كده في التلفزيون خلص يعني قال يمكن شاف اللقطة فعلا بالدين كابتن محمود عشور ولكن يمكن بعدما كابتن عصام عفتح كان في تونس رجع وعمل جلسة أول أمس مع كابتن محمود العشور ويتم مشاهدة الفيديو والفيديو الخاص بغرفة الفار الكاميرا اللي خادت اللقطة هي بس مشكلة أن في المتشاط الكبيرة بيبقى فيه ثلاث كاميرات موجودة في المباراة الكبيرة بيتحدد خط التسلم في المباراة طبعا الأهلي وفارق والأهلي ومحترامên الأندية باقة الأندية الأخرى الأهلي وإنبي الأهلي أو الزمالك وفرق من مثلا مش من الفرق بتنافس على بطولة الدوري بيبقى فيه كاميرا واحدة الكادر اللي اتاخد من الكاميرا اللي كانت موجودة كان الكادر بيّنت أن هدف الأهلي مش تسلم ولكن الفيديو فيه كاميرا الرئيسية دي ما ظهرتش في المباراة وما ظهرتش في الفيديو اللي تم ورجعته أو اللي ظهر في أثناء المباراة اللي بتدين أو اللي بتأكد صحة قرار محمود عشور كان فيه قرار داخلي داخل اتحاد الكورة أو مجلس اتحاد الكورة قرر أقاف كابتن محمود عشور قبل مشاهدة الفيديو ولكن الفيديو اللي تم شاهدته بغرفة الفار وتم برجعته من كابتن عصام عفتاح وقعد معك كابتن محمود عشور وأثبت أن كابتن محمود عشور لم يدان في قراره وفعلا الهدف اللي تم إحرازه للنادي الآلي في هذه المباراة هدف من تسلل واضح وبالتالي تم مراجعة القرار وما فيش عقوبة يعني لجنة الحكام وتحاد الكرة شايفين أن هدف الآلي في المباراة دي تسلل تسلل واضح وما كانش في تسلل وكان محمود عشور من فاجأة دي تصورت أن هم شفوه هدف بس يعني لا 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 لو كان شفوه هدف كان أقل حاجة تتخذ في هذا القرار أنه هيتم إقاف الحكام مباراة أو أسبوع أو أسبوعين لتهدية الرأي العام ولكن محمود عشور كان عاوز يرد وكان عاوز يعني وكلم اتحاد الكرة وكلم كابتان أصمع الفتاح أنه هم ينشروا الفيديو ولكن اتحاد الكرة كان لوجهة نظر في هذا القمر قالوا إحنا وعرضنا الفيديو اللي بيثبت كلامك ده أو بيثبت صحي قرارك أن فعلا الهدف كان تسلل كل نادي هيبقى عنده مشكلة هيطلب الفيديو ويتم عرضه فهندخل في مشاكل كبيرة جدا ولكن هنرد وهنرد حقك اللي احنا هنديك مباراة في الأسبوع اللي بعده عشان نثبت للناس كلها اللي انت محططش في هذا القرار فبالتالي تم إسناد لهم مباراة برامة زول محل